يعني دايما يتقال ان قرار الجواز هو القرار الاهم في حياة اي بني ادم ودايما الانجليز يقوله التلاتة واريخ المهمين في حياة اي بني ادم تاريخ ميلاده وتاريخ جوازه وتاريخ موته فالتاريخ الوحيد اللي حنا نتحكم فيه هو تاريخ جوازنا اه بالزبط يعني قصوة او اهمية مش قصوة التاريخ ده والاختيار بتاعنا صعب جدا فلداخل على غير بينة بيبقى فيه مشقة جدا في الحياة خصوصا في الاول يعني الموضوع مش سهل ان اتنين يعني دايما بنحكي ان لما بيكون فيه اتنين مترابين مع بعض اخوات ويكبروا ويتجوزوا وكل واحد يبقى ليه بيت بيلاقوا ولاد عموهم مش شبه بعض رغم ان الابهات ممكن يكونوا اخوات بس الطبيعي ان احنا دايما مختلفين عن بعض فما بالك اتنين من اسر مختلفة بيتقابلوا في ظروف مختلفة اكيد فيه اختلافات كتير فالاختلاف ده اهم حاجة عشان نقل ان احنا نعرف اكتر قدر من المعلومات اللي مفروض نعرفها وتقليد المفاجآت لكن بصيغة شروط هي قصية شوية علينا خصوصا كعرب وشرائيين